اشتركوا في القناة جميعا في الدنيا والآخرة محدثكم الأستاذ محمد الفرقوقي من دولة الجزائر نحن نتحرى ونلتمس ليلة القدر لهذا الموسم الفين واربع وعشرون ميلادي اليوم الخميس سنرتقب طلوع الشمس صبيحة يوم الخميس الخامس والعشرون من شهر رمضان خمسة وعشرون رمضان الف واربعمائة وخمسة واربعون هجري الموافق للخميس ربع أفريل الفين واربع وعشرون ميلادي إذن الليلة هذا الليلة الليلة سنرتقب طلوع الشمس الليلة هذه الليلة الماضية هي ليلة الخامس والعشرين من رمضان بالنسبة للدول العربية التي الثبت عندها رمضان يوم الاثنين السعودية والجزائر وغير ذلك وهي ليلة الرابع والعشرين عند بعض الدول العربية كليبيا وعمان والأردن والمغرب وغير ذلك إذن هذا الليلة هي ليلة الخامس والعشرين بالنسبة إلينا وهي ليلة ويترية وهي ليلة الرابع والعشرين بالنسبة للدول العربية الأخرى طيب لماذا هذا التأكيد لماذا لا هذا التأكيد والدندنة وكثرة الكلام والتحر والالتماس على ليلة القدر أولا لأن ليلة القدر نبي صلى الله عليه وسلم قال من حرم خيرها فقد حرم الخير كله لتفوتوا ليلة القدر وما يستفاج منها وما يديش منها الأجر فقد فاته الخير كله كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بصغة الأمر قال تحروا ليلة القدر قال التمسوا ليلة القدر إذن البحث عن ليلة القدر التماسها وتحرها يكون بالعبادات وبالطاعة وبقراءة القرآن وبالصلاة وبالذكر إضافة إلى تحرها بالعلامات كذلك هذا الدندنة وكثرة الكلام حول ليلة القدر الله عز وجل في القرآن يقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حاكم فيها يفرق كل أمر حاكم قال العلماء في ليلة القدر تقدر الأعمار وتقدر الأرزاق وتقدر الشقاوة والسعادة في ليلة القدر معناه من أرد أن يغير رزقه ومن أرد أن يغير عمره يزيد الله في عمره ومن أرد أن يكتوبه سعيدا في الدنيا والآخرة فليعبد الله في ليلة القدر وليتحرى ليلة القدر إذن فضل كبير وثواب عظيم في ليلة القدر كذلك قال الله عز وجل هي خير من ألف شهر مشي العبادة في ليلة القدر تساوي ثلاث وثمانين لا تساوي أفضل وأكثر من ثلاث وثمانين لأن الله قال هي خير من ألف شهر معناه خير من ألف شهر أفضل بكثير من ثلاث وثمانين سنة كما قال العلماء إذن ظهرت الشمس بدأت الشمس في الظهور إسفرار ما تشوفوش في الهاتف لأن الهاتف فيه الفيلتر ويخرج الألوان قرص الشمس بدأ بالظهور الشمس ما فيهاش الإسفرار ما فيهاش الوهج لا إسفرار فيها ولا وهج فيها قرص الشمس رأى أبيض لا تؤلم في العين إذن هذا الليلة من الليالي التي يشك فيها من الليالي التي يشك فيها قرص الشمس في البداية كان فيه إحمرار خفيف ثم الآن رأى قرص الشمس أبيض فقط إذن العلامة رأى ظهر أكثر من الثالث والعشرين العلامة رأى ظهر اليوم أكثر من الثالث والعشرين إذن هذا الليلة ليلة الخامس والعشرين من الليالي التي يشك فيها ويحتمل أنها ليلة القطر طيب قد يقول قائلاً كل ليلة لك تقولنا يحتمل يحتمل إيه نبقى ونتحروا إلى آخر ليلة ثم في آخر المطف نذكر وره الليلة اللي كانت فيها العلامة أكثر إذن كما رأكم تشوفوا كما رأكم تشوفوا الشمس ريبيضاء نقية لا وهج فيها ولا إسفرغر فيها ولا تؤلم في العينين عندما ننظر إليها مباشرة حتى أن ننزع النظارات أن ننزع النظارات وأنظر بدون ألم سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله قرص الشمس رأى أبيض مثل البدر مثل القمر إذن هذا الليلة كذلك من الليالة التي يشك فيها أنها ليلة القطر ليلة الخامس والعشرين احتمال كبير جداً أن تكون ليلة القطر طيب نحن نتكلم وفق ما نراه إذن قرص الشمس رأى أبيض إذن هذا الليلة يحتمل فيها أكثر من الليلة السابقة ليلة الثالث والعشرين قرص الشمس رأى أبيض بدون إصفرار وبدون وهج سبحان الله إذن ليلة الخامس والعشرين من رمضان يحتمل ويشك فيها أكثر نسبة من نسبة الثالث والعشرين هذه تسعين بالمئة سبحان الله إذن بدأت الشمس في الارتفاع كما قلنا إصفرار لا إصفرار فيها إصفرار قليل الواهج قليل أكثر إضاحا من الليلة السابقة التي ذكرنا أنها يشك فيها أربع دقائق بعد طلوع الشمس إذن أقول وأكرر ليلة الخامس والعشرين هذه الليلة الماضية أيضا من الليالي التي يحتمل أنها ليلة القدر بل أكثر احتمال من ليلة الثالث والعشرين لأن قرص الشمس رح أبيض بيض ناصع كأنه بدر بدون وهج وبدون إضاءة إذن يحتمل احتمال كبير جدا أن ليلة الخامس والعشرين هي ليلة القدر طيب كما لكم تشوفوا مازال قرص الشمس بدون إصفرار وبدون واهج رفيغي البيض فقط بيض ناصع أو بيض نقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تطلع الشمس صبيحتها بيضاء نقية لا شعاء لها ما كالشعاء منذ أن طلع قرص الشمس بدون شعاء وبدون إصفرار وبدون وهج وبدون إضاءة إذن يحتمل احتمال كبير جدا أكثر من سابقتها أنها ليلة القدر إذن شكينا في ليلة الثالث والعشرين وكذلك ليلة الخامس والعشرين يشك فيها أكثر من الثالث والعشرين ونبقى وننتظر الليالي المقبلة ما زالت معنا ليلة السابع والعشرين وليلة التاسع والعشرين وآخر ليلة ثم نحكم نقارن جميع الليالي مع بعضها البعض ونعين الليلة التي فيها أكثر العلامات وضوحا بارك الله فيكم ما زال قرص الشمس سبع دقائق وما زال قرص الشمس أبيض نقي بدون شعاع وبدون إضاءة وبدون وهج إذن يحتمل احتمال كبير جدا جدا أن ليلة الخامس والعشرين هي ليلة القدر إذن بارك الله فيكم ليلة الخامس والعشرين كذلك يحتمل فيها احتمال كبير جدا أنها ليلة القدر الشمس طلعت بيضاء نقية بيضاء نقية لا شعاع فيها ولا إسفرار ولا وهج إذن كذلك ليلة الخامس والعشرين يشك فيها شك كبير ويحتمل احتمال كبير جدا أكثر من الاحتمال ليلة الثالث والعشرين أنها ليلة القدر إذن ليلة الخامس والعشرين كذلك من الليالي التي ممكن أن تكون ليلة القدر فيها طيب مثل السنة الماضية سنة الماضية شكينا في الثالث والعشرين وشكينا في الرابع والعشرين ثم رأينا العلامات جالية في التاسع والعشرين هذا الموسم رأينا شكينا في الثالث والعشرين بنسبة حتى الثمانين بالمئة ورأينا شكينا كذلك في الخامس والعشرين ليلة الخامس والعشرين يحتمل فيها أكثر من ثمانين بالمئة ممكن نقول حتى تسعين بالمئة نبقى ونتحرى ونبقى ونلتمس إلى آخر ليلة ما زالت ليلة السابع والعشرين وما زالت التاسع والعشرين وما زالت آخر ليلة ومع الآخر في آخر ليلة نقارن جميع الليالي وإن شاء الله عز وجل يوفقنا إلى اختيار الليلة التي كان فيها أكثر العلامات إذن ليلة الخامس والعشرين احتمال كبير جدا 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 أن تكون ليلة القدر هنيئا لمن قام هذه الليلة هنيئا لمن عبد ربه في هذه الليلة هنيئا لمن قرأ القرآن هنيئا لمن أكثر من الصلاة هنيئا لمن دع الله أكثر من الدعاء بارك الله لي ولكم أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا أجرها وأن يوفقنا إلى باقي الليالي آمين وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر